إلى الأردن حيث عقد الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء الخارجية والذي تستضيفه عمان وأوضح بيان مشترك للدول الثلاث أن وزراء الخارجية الثلاث سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفض والعراقي فؤاد حسين نقشوا مجالات التعاون المختلفة وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا وأضف البيان أن الوزراء الثلاثة بحثوا العديد من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأكدوا استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة هذا واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام القادم شكرا شكرا